اشتركوا في القناة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر رح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة خمسة وتسعة دقائق من مساء هذه الليلة بليلة الثلاثاء على الأربعة يعني بعدها رح ينتقل لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأورام وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بردو بأي شيء جديد طبعا القمر موجود في برج الثور لغاية ساعة الصباح فعشان هيك بيظل مؤثر علينا وجود القمر في برج الثور ومنشعر بالحذر أكثر من ميل للمحافظة على ممتلكاتنا كلما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار يمكننا شراء أو استئجار عقار وقضاء وقت ممتع في البيت مع العائلة أو بمشاهدة التلفاز بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة رح تدخل وهي زاوية طويلة تفير يعني لغاية يوم 17-3 تأثيراتها من اليوم إلى يوم 17-3 هي زاوية اقتران ممتزجة ما بين الزهرة وما بين المريخ ومعنى ممتزجة أي أنه فيها سعودة وفيها نحوسة في نفس الوقت طبعا هاي الزاوية رح تصير الها دروتين يعني مرتين رح يصير الاقتران هذا في خلال المدة من اليوم ليوم 17-3 ليش؟ لأنه أول إشي سرعة الزهرة وبتباطئها بعدين ترجع بتسرع كمال مرة فبتلتقي بالمريخ مرتين بزاوية اقتران واحدة رح تكون يوم 16-2 والزاوية الاغتران الثانية رح تكون يوم 6-3 طبعا تأثيراتها أنه بصود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة ولكن المتضررين هم المتزوجون لأنه هاي الزاوية بتخلق لهم مشاكل عاطفية خصوصا العلاقات الضعيفة بتخلق مشاكل عاطفية ضعيفة وبرضو هاي المشاكل بكون لها توابع سلبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس الإيجابية بين المريخ وبين المشتري وهاي حكينا أنه رح تضل لغاية اليوم آخر يوم لإلها بتخلق جو من التسامح ممكن أنه نتسامح مع الأشخاص اللي بيخطوه بحقنا ونمد يد العن إلهم أو بتدفعنا للتراجع عن خطرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو اليوم آخر يوم لإلها هي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين زحل وهاي بتخلق مصاعب وعراقيل بتحتاج منها أن نبدل جهد والتصميم والإرادة لتجاوزها وبالدل على تراجع اهتمام الحكومة بمؤسسات دولة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث الإيجابية بين المريخ وبين أورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم 11-2 منكتسب الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين أطارد وبين بلوتو وهاي طبعا تاثيراتها لغاية يوم 14-2 بتزيد من حدة ذهننا والحدث عننا والحس النقدي وبتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا والنجاح بمشاريع واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة لآخر زاوية وهي زاوية التزديس إيجابية بين المشتري وبين أورانوس فهاي رح تظل مستمرة لغاية يوم 5-3 طبعا هاي الزاوية بتعزز عنا قوة الحدث وخصوصا في مجال العمل والعلاقات مع المسؤولين والزملاء أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل في عنا زاويتين وعنا خلوم مسار أول زاوية هي زاوية تثليس إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة وحدة و 48 دقيقة فجرا طبعا هاي تأثيرات الزاوية بتبدأ من ساعات منتصف الليل وبتستمر لغاية ساعات الظهر نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 4 و 47 دقيقة صباحا بتوقيت درينيتش فهي بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وأحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ من الساعة تقريبا 4 أو 47 دقيقة صباحا بتوقيت درينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 10 أو 26 دقيقة صباحا بتوقيت درينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 10 أو 26 دقيقة صباحا بتوقيت درينيتش القمر بنتقل وبصير في برج الجوزة عشان هيك بتصير التأثيرات على نهية تأثيرات برج الجوزة أو صفات بعض صفات برج الجوزة ففي هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة قل علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوصعنا أيضا لانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية من الآن ولغاية ساعات الصباح العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغد الدراقية واللهوزتين وتفاحة آدم أما من ساعات الصباح والغاية لأيام القادمة الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي والأنابيب الشعب الهوائية والريئتين والوصلات العصبية للمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل طبعا هاي الأعضاء أكثر حساسية فعشان هيك لازم نوفر لها العناية الإضافية وبرضو اليوم هذا يصلح بإجراء عمليات جراحية ما فيه أي مشاكل ولكنه يعني فيه أشخاص بسألوا لا إزالة الشعر الزائد فترات خلوة المسار اللي بيكون فيها فترة خلوة المسار هي تصلح لإزالة الشعر الزائد يعني فيه فترة خلوة المسار ولكن لا يصلح في باقي الأيام إلا في حال إنه القمر كان يصغر فبكون أفضل لإزالة الشعر الزائد وخصوصا للأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر أما اللي عندهم الشعر خفيف عادي يزيلوا في أي وقت ما فيه أي مشكلة ولكن إذا كان الشعر من اللي بيكون الحجم الكثيف والمزعج اللي الشخص بيكون بده يتخلص منه فهي يفضل إما إنه إزالته في تناقص القمر أو عمليات الليزر اللي بتكون لإزالة الشعر تكون برضو في تناقص القمر أما في حال نمو القمر لا يصلح هذا الأمر طبعا اليوم مناسب لإجراء العمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن يفضل إنها ما تكون في فترة خلوة المسار أما بالنسبة لقص الشعر التجميلي فاليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا مناسب ما فيه أي مشاكل لهذا الموضوع ولكن ممكن أنه تظهر بعض الأعراض اللي هي ألام مكان اللقاح أو ارتفاع في درجات الحرارة فبالنسبة لارتفاع درجات الحرارة اللي هو بندول كل ست ساعات حبتين بيكون أفضل لغاية ما تنتهي الأعراض طبعا إذا فيه كان ألام برضو البرستيمول يفي بالغرض إذا كان في ألم مكان الوخز أو تهيجت وصارت لونها على حمار فهنا أنت بحاجة لدهون كريم فوسدين وأدوية التحسس يفضل أنك تراجع لطبيبك لأنه عشان يكتب لك اسماء الأدوية باسم الدولة اللي أنت موجود فيها بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الثور وينتقل للجوزة معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 11-12 رح يبدأ خلو المسار الساعة 28-22 دقيقة صباحا من صباح يوم الجمعة بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة 11-26 دقيقة مساءا بتوقيت جرينج يعني خلو مسار طويل لا ينتقل بعدها في ساعات المساء أو قبل منتصف الليل عن منتصف الليل لبرج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب 9 أيام في تمام الساعة 48-46 دقيقة صباحا بيصبح 10 أيام نسبة الإضاءة بتصغير 65% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 طبعا هي الآن منتحسة بالنسبة للقمر 50% ولكن مع ساعات الصباح بتصير منتحسة بنسبة 25% بالنسبة للقمر هو بالثور ورح ينتقل زي ما حكينا في ساعات السباء الصباح للجوزاء ورح يمكث في الجوزاء لغاية يوم 11-2 هو الآن سعيد بنسبة 60% لغاية ساعات المساء بظل يتناقص السعودة هاي حتى يصل في ساعات المساء لـ 15% أما بالنسبة العطارد في الجدي حتى يوم 14-2 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 60% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لنيبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً ما زالت الأجواء جيدة على المستوى المالي واليوم بيحمل فرص مالية الفرص هاي بتيجي مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم وممكن تعالجوا استحقاق مالي ويكون في زيادة المصاريف فبتكن تنتبهوا من هاي الموضوع وصرف الأموال اللي غير مبررة طبعاً هذا الموضوع رح يضل مستمر لغاية ساعات الصباح من بعد ساعات الصباح بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات وهذا يوم بصير مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار فعشان هيك بدك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي حواليك بدك تتفهم الآخرين وتبقى هادئ وما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل تكرار المحاولات السابقة وما تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفاهم برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط فبتقدروا اليوم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي بلغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتتغير الأجواء وبصير اليوم بيحمل معاه فرص مالية وبتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا في الاتصالات والزيارات ممكن تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة فعشان هيك لازم تكون اليوم نشيط بالكامل ممكن تعالج بعض المسائل الإدارية والتمولية اللي بتتطلب منك توقيع ومتابعة لدى دوائر حكومية أو مؤسسات مالية أو مع أشخاص أو شركات برج الجوزة طبعا ما زالت الأجواء بتتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وحاولوا انكم تنجزوا اللي بتقدروا عليه من عمل متراكم دون إهمال صحتكم طبعا هذا الوضع رح يضل مستمر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير رح تصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتقدروا تبادروا لخطة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي القمر رح يجعل هاي الفترة فترة مميزة واستثنائية وبدعوك الجولة ببل الجهد من أجل إشاعة السلام وبلغ التفاهم تعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر وأكثرها دعما وحضا فعشان هيك بدك تأخذ المبادرة بالاتجاهات اللي انت بتعمل فيها وتحاول انها تكون شجاعة شوي برج السرطان ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته هذا شيء ممكن يسبب لك نوع من أنواع الإحراج وخصوصا في ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير لأن القمر رح يوصل للجوزاء له بغم تعبك فبصير هذا اليوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وحاولوا انكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم حاولوا انكم ترهنوا على الحضور ممكن تعانوا من الرقود ومراوحة المكان فما تجازفوا لا بصحتكم ولا بعلاقتكم أفكاركم بتكون مشوشة وظروف شوي بتكون صعبة ومخيبة للأمل برج الأسد يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم برضو بوسعكم إثبات جدارتكم أمام المسؤولين وعلاقاتكم مع المسؤولين وطبعا هذا الموضوع رح يظل مستمر لغاية ساعة الصباح من ساعة الصباح الأجواء رح تتغير رح تسعدهم اللقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤاتية رغم الضغوطات فعشان هيك حاول انك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد الفترة هاي مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك برج العذراء طبعا ما زالت الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن اليوم تنجحوا بأمور الهلاقة بالسفر والاتصالات وتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم ولكن مع ساعات الصباح الأجواء رح تتغير لأن القمر رح يصير موجود في بيت السمعة فهنا الجو بصير مساعد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة هاي مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد أفراد العائلة ممكن تواجه مسؤولية أو أبئ مهني أهم مش إنك ما ترتبك في المواقف الحساسة لأن الجو العام بيكون فيه نوع من أنواع الصعوبة برج الميزان بيظل الجو بيحمل معه بعض الفرص وللمكاسب المالية من الآن لغاية ساعات الصباح فهي المكاسب إلها صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية طبعا مع ساعات الصباح بتتغير الأمور فممكن يصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات وخاصة مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة وتبيرة بشكل يعني ملموس وبتعاود للإمساك بزمام الأمور وهي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وممكن اليوم يكون فيه خبر مفرح أو التجاوب أحد الأشخاص معاك يكون يسبب لك نوع من أنواع السعادة وفيها برضو وبلا بحض موليد برج الميزان سفر محتمل برج العقرب طبعا ما زالت الأجواء مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن يعني بوسعكم تعزيز شراكاتكم العاطفية والمالية ولكن زي ما حكينا بتكون تنتبهوا لإنفعالاتكم وردات فعلكم ونطاقتكم مع ساعة الصباح بتتغير الأجوال الأفضل بتمنحكم فرصة لمكسب مالي لوصلة بشراكة أو تعويض أو مستردات مالية أو قروض صحتكم أو صحت قريب لكم بس بتكون بحاجة لرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك أو تأخذ المبادرة في الاتجاه المذكور يعني زي ادخار أو تأمين قدم التنازلات اللي ممكن شوي كانت تسبب لك بعض المشاكل في الأيام الماضية وممكن تتراجع عن خطوة وقرارات يعني تسببت لك نوع من أنواع الإزعاج والعداوة برج القوس رغم تراكم العمل أنتم تهترون على إنجاز حصة الأسد منه فعشان هيك بتقدروا تنظموا جدول غذاءكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير لأن القمر رح يصير مقابلك تماما فبصير اليوم هذا مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أو بوسعكم برضو تعزيز شراكاتكم شراكات المال وشراكات العاطفة ولكن بدك تحاضر من الإنفعالات لأنه اليوم بيكون مزاجك حاد وبيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة أنت بغناء عنها الجو متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة فبدك تكون صغور وما تتدمر الفترة هاي تعتبر فترة خالية من الحظ برج الجديد ابترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فن الأجواء إيجابية من الآن لغاية ساعات الصباح على المستوى العاطفي وتعزيز علاقاتكم التقرب من أبنائكم الحظ بيدعمكم ولكن في ساعات الصباح ما تبالغوا بالحضود لأن القمر بيتجه باتجاه البيت السادس لإلكم في ساعات الصباح رح ينتقل القمر ويصير في الجوزاء اللي هو بيت العمل وبيت الصحة فعشان هيك رغم تراكم العمل أنتم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه فبتقدر تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة لا تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم وطاقتكم لحصد النجاحات والأرباح راقب وضعك الصحي برضو فأنه ممكن تشعر ببعض الإرهاق أو بعضكم يشعر ببعض التعب ما في شيء يخوف بس نوع من أنواع الاهتمام وفيه في الفترة هاي نوع من أنواع القلق المهني برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن يظهر بعض الخلافات أو الاهتمامات المنزلية أو العائلية في ساعة الصباح الأجواء رح تتغير لأن القمر رح ينتقل للجوزاء فبصير رغبتكم عالية جدا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقات معهم ووسعكم ممارسة نشاط فني ممكن شوي يطمئن بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم لا تستسلموا بل كرروا المحاولات بترغبوا اليوم في استكشاف مناطق جديدة أو بتميلوا لسفر أو المشاركة في رحلة عمل أو هواية معينة لأجواء رومانسية وفيها نجاح ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد الأحبة أو أسلوب تعاملكم مع أحد الأحبة برج الحوت بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات والتعنقلات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة الأجواء بتدعمكم بشكل كبير لغاية ساعات الصباح ولكن بك تنتبهوا على الطرقات أو أثناء قيادة السيارة أو أثناء الحركة في ساعات الصلاح طبعا ممكن يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار في ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية أهم شيء ما تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداكم ولا تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالانزعاج اسعوا لتحسين موقعكم في العمل ولتثبيتوا قدموا المساعدة للأشخاص اللي بيحتاجوها خصوصا من الأشخاص اللي حواليكم كيف نكون امتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر